أعلن الأردن عدم تسجيل إصابات جديدة بفايروس كورونا داخل حدود المملكة لليوم السابع على التوالي باستثناء أربع حالات قادمة من خارج الحدود وعلى الرغم من قرار السلطات تخفيف حظر التجول والسماح للأنشطة الاقتصادية باستئناف عملها منذ يوم الأربعاء إلا أن المخاوف من عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية ما تزال قائمة بعد جهود كبيرة تمكن الأردن من خفض عدد الإصابات الجديدة بفايروس كورونا إلى الصفر داخل حدوده حظر للتجوال وتعطيل كافة مناح الحياة وفحوصات عشوائية وتشديدات في كل مكان كلها عوامل أفضت إلى هذه النتيجة صفر يعني أنه هناك شيء إما نحن ما منقومش بالفحوصات وهذا ما لا بش موجود بأردن نحن منقوم بالفحوصات وبآلاف الفحوصات يوميا تجرى على مستوى المملكة وبش طريقة عشوائية فهذا يعني ينبئ بأنه إحنا الآن أصبحنا في مرحلة السيطرة على الفيروس والأمر الثاني أنه إحنا فعلا وجدنا أنه الفيروس فعلا أصبح خارج عن موضوع أنه خلاص يعني بطل يحدد الأمن الوطني والأمن القاومي للأردن أهم عوامل النجاح في التصدي لكورونا كمامة وقفزات وتباعد اجتماعي واتباع التعليمات الصحية حسد الأردن نتائج قراراته في مواجهة فيروس كورونا نجاحا ولعب الوعي عند المواطنين دورا حاسما لكن البعض ما زال لا يأخذ احتمالية عودة الفيروس على محمل الجد تزدحم أسواق عمان ويتزاحم فيها الناس بعضهم يتبع الإجراءات الاحترازية وآخرون لا يأبهون يتجولون من غير أي احتياطات وقائية رغم منشدات الحكومة باحترام إجراءات السلامة العامة أصلا أشتريهم بس نسيتهم أصلا أشتريهم ولازم نلبس كفوف وكمامات إن شاء الله أنا حاليا نواحي على المجغل تبعي بالمجغل أنا بكون لابس كمامة بس أحتكف مع المواطنين أنا حاليا كنت جاي ما في حد بالشاعة فقط إحنا في عندنا 14% من أبناء المجتمع الأردني لازالوا حتى الآن غير مقتنعين بالمرض ولا يدركون مخاطر المرض على الإطلاق وهؤلاء سوف يشكلون خطر علينا طبعا هؤلاء الـ 14% إحنا منصنفهم من باب أن يعيشون في الوعي الزائف هؤلاء يفسرون الأمور ليست على حقيقتها يفسرونها من وجهة نظرهم الأردن لم يسجل إصابات بفيروس كورونا على مدى أيام لكنه لم يعلن خلوه من الفيروس لذلك لا يزال خطر الفيروس قائما نايف مشاقبة اسكينوز عربية عمان